نتكلم هنا عن الفاولين الفاولين واحدة من المشاكل اللي بتواجه عملية الفصل بواسطة الممبران واللي يمكن إننا نلخصها على إنها تراكم الـ solid materials on the surface of the membrane thus preventing the flow of the liquid الفاولين يمكن أن يكون complete and يمكن أن يكون partial الأشكال اللي أمامنا لدينا هنا complete plugging power fouling بيحصل غلق تام للمسهمات فبالتالي لن يحضر السريان وبذلك نكون فقدنا الممبران يمكن أن يكون جزئي كما في الشكل نستطيع إننا نتحصل على سريان لكنه بيكون ضعيف للغاية وكفاءة الممبران هنا تقل بصورة كبيرة الشكل هو standard blockage اللي هو تراكم المواد الصلبة on the surface of the membrane ومع الزمن تبدأ تبني حتى إنه يكون لدينا complete plugging كما في الشكل لدينا أيضا الكيك فلتريشن وهو تراكم المواد الصلبة بهذا الشكل حقيقة هذه لها إيجابيات حيث تساعد هذه اللي نسميها كيك على الفلتريشن نفسها لكنها بالتأكيد تقلل من معدل السريان في جانب الآخر الشكل بيوضح الـ Q vs V الحج المعدل السريان وعملية البلوكيج بنشوف بإنه في الstandard blocking إلى أن نتحصل على complete blocking بيكون لدينا a huge drop في السريان وبالتالي it is a problem that we have to get rid of in our from our system الفيديو اللي أمامنا بيوضح كيف تحدث عملية الفاولين المواد الصلبة في أثناء السريان الموائع تنساب الموائع لكن تبدأ المواد الصلبة في التجمع وتستمر إلى أن تعيق السريان هناك عدة طرق يمكن استخدامها للتخلص من الفاولين أشهرها الbackwashing وهو ببساطة عملية منتظمة لتغيير اتجاه السريان وبالتالي منع تراكم المواد الصلبة في النظام أيضا رد لدينا الperiodic pulsing of the feed فيكون لدينا سريان على هيئة دفعات هذه الدفعات ستسبب تحريك لهذه المواد الصلبة على السطح ومن سما it will be washed away أيضا لدينا بعض الممبرين التي نستطيع أن نصممها بحيث أنها تدور حول محورها وهذه المسألة it will increase the shear فبالتالي تتحرك هذه المواد الصلبة من سطح الممبرين وينسب السريان مرة أخرى آآ في من أحدث التقانات الفي اس اي بي الفايبراتينج ممبرين وهي ببساطة بنضع عملية عملية الاهتزاز حتؤدي إلى تحرك هذه المواد الصلبة ومع السريان it will be washed away وبالتالي نستطيع we can restore the membrane ومن ثم الحصول على السريان مرة أخرى آآ مع استمرار عملية إذا رقمنا الزمن مع الفلوريد بنجد بأنه آآ بيبدأ ينخفض نستطيع أن نعمل عمليات back washing لكن من الملاحظ بأنه دائما back washing وعملية تلقية الممبرين لا تؤدي إلى كفاءة عالية وإنما تزيل قدر جيد من هذه المواد الصلبة على السطح لكنها it does not restore the membrane 100% back again into the system